اشتركوا في القناة 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 أكبر بس هلأ بالسياسي رجعنا شوية هكي. جات شاغة بشوي شوية عسيرة الشطارة وعسيرة الدرس بالمدرسة. أنت كنت حائز على إجازة بالعلوم السياسية من جامعة هايكا زيان. نعم. رجعت انتقلت ماجستير بالسياسة الدولية والأمن من جامعة برادفورد شمال لندن. صح. يعني كنت طالب مشتهد لا شك. مشتهد بس كنت يلا ذكرتيني بشاغلي كنا ما كنت أحب الدرس كتير والحفظ. كل هيدا وما كنت تحب الدرس؟ ايه. كنت دايما أتكل على الزكاء. الواحد ما فيه يحكي عن حاله بس بتذكر لما كانت تروح الوالدي على يا رحمة. لما كانت تروح على المدرسة. مدرسة على الاجتماع. كانوا يشتكوا الأسادزة انه انه في يدرس في يجيب علامات أعلى بكتير. لا ما عم بأنه فيه فيه طلع الأول. لا ما عم بيعمل هيك. كانت تيجي تكون زالينة أو تبكي. بس ما كنت تحب الحفظ يعني. بعكس خي خي بيحب الحفظ أكتر. كنت بتتوقع يوم من الأيام أنك توصل لمجلس النواب. بتكون نائب بمجلس النواب. بصراحة ما كنت حاطة يعني قدام عيني أنه بدي أوصل على النيابة بحد ذاتها. كنت حب السياسة. بحب أعمل شي بحياتي. بحب أخدم الناس. بس عامة بس مش أنه كنائب. ما كنت حاطة ببالك. طب كيف بلشت السياسة؟ دائما بقولها أنه عندنا بالعائلة إمكانية الوالدي ولا الوالد ولا عمومتي وحتى من عائلة أمي. فيه كثير في عنا كثير يا رجال دين يا ناس بالسياسة والحزبيين وإلى آخر فاربيت بيجاو أنه دائما نكون نحتكين توريث العقلية السياسية يعني؟ يعني ليس بالمفهوم اللبناني العربي بالمفهوم الخدماتي بالمفهوم أنه أنه شخص يكون 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 عايش متمرس أكتر بالعمل السياسي يعني؟ بالعمل الاجتماعي مش ضروري السياسي. طب كيف وصلت أنك توصل على البرلمان اللبناني؟ مين اكترح اسمك يعني؟ أول مرة أنا كنت حابب فوتبل سياسي بس مش من باب النيابة أو شي معين. أول مرة سمت الالفين وخمسة كانت الانتخابات البلدية بزحلة والفين واربعة فكنا عملين عملنا ليحة ليحة للانتخابات البلدية كان فيها من معظم المكونات الزحلية يعني كان فيها من الطيار الوطني الحر كل الأطراف السياسية مجتمعية كان فيها من الكتائي والقوات كانت ممنوعة وقتها كان الحزب من حل ولكن كان فيه مناصرين وكان فيه ناس يعني مستقلين فعملنا ليحة وبلشنا من هونيك بلشت العمل السياسي وحتكينا بحزبيين وهاكي وكانت أول تجربة لألي كانت أول تجربة لألك طب اليوم أنت راضي عن مسيرتك السياسي ولا كنت تحطمح أنك تكون بمحل أهم راضي عن المسير السياسي لأنه بهذا الظرف بهذا الوضع مستحيل واحد يعطي أكتر بس مش راضي على أنه شخص عنده طاقة أكبر من هيك وإعاد مكتف بهذا المعنى يعني يعني فينا نعطي أكتر بكتير هل تقدر تعطي بهذا المجال قليل 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 يعني تقريبا عشرة أو عشرين بالمية من طاقة بس لأنه ما فيه اجتماعات ما فيه حتى أغلب الأمور من خلالها الإنسان بيشتغل سياسي معطل المجلس النيابي معطل الحكومة معطل الحياة السياسية كلما طب عندك مهنة أخرى بتمارسة على جانب النيابي حلق اشتغلت شوية يعني ب شو اشتغلت قبل قبل كنت بالتعليم كنت أستاذ مدرسة كنت أستاذ ورجعت اتطورت لمسؤول الحص حالة فكلمح يعني من أستاذ لنائب لا شوي شوي بعدين نائب مدير بعدين مدير بعدك شاب يعني طبعا أصلا بعتبر حالي أنه بعدني بأول مسيرتي حتى بالنيابي بطمح توصل لأكتر مش بس كمرتب يعني كعمل سياسي وكأنتجي طبعا بطمح أعطي أكتر طب اليوم بعيدا عن السياسي شو أكتر شي بخوفك شو اللي بنزل لك دموعك حلا هذا من الأشخاص اللي مني كتير بروح بالمشاعر بس بتأثر أكتر شي بالأطفال لما شوف يعني عيام المدرسة لما كنت شوف تلميذ خاصة صغار يقوموا أو يطلعوا يعملوا مسرحية أو شي عمل هكي مهضوم كنت تأثر بس إجمالا بشو يعني ببكيك طفل على الطريق طفل فقير هذا بيخليك تتأثر يعني لا شوي صعب تفسر لي كيف يعني كنت تأثر وبكي صعبة حتى بأحلك القصص ما بقدر دمع ما ببكي بس بتأثر بس ما بينزلوا دموعي بس مش معناتها أنه ما بشعور لا ما بتعبر بالبكة حتى ما توفيت الوالدي ما قدرت بكيت يعني بس كنت شاعر كنت كتير زعلان بس تعد شي هيدا بدرك هيدا الشي لأنه البكة هو بقوله بريح الإنسان وبيشيل عنه الهموم يمكن أكتر بس في أمور تانية كمان بتريح الإنسان يمكن إذا حكي عن هموم وعن شعوره إذا شارك أفكاره أو مشاعره مع أصحابه خليني أنقلك اليوم من الهموم والمشاكل والموت لنروح شوي على الجانب الشخصي والعاطفي من خطيطك الآن سنرى صورتها على الشاشة نحن ميريخة تشيكيان كيف تعرفت عليها؟ تعرفنا ب يعني ظرف عائدي صبية حلوة مرسي تعرفنا به ظرف عائلي كان في كمان مناسبة مناسبة حزينة كان متوفة عمي وهي كانت موجودة أجت عم تعزب بعضين عرفت أنا وتوصلت كيف كيف بلشت قصة الحب؟ شو أكتر شي بتحب ديميري؟ يعني أنا بحب البنت هلأ أشوفي دائما أول شي يعني من دوما نضحك أو نضحك على حالنا ونحكي كاميرات أول شي بيتاخذ بالشكل أول شي بيتاخذ بالشكل إنسان أنا غير الشكل بهمني كتير شخصية الشخص الإنسان بحب المرأة اللي عندها شخصية مش القوية بالمفهوم إنه هكي كيف شو مفهوم عندها شخصية شو مفهوم القوة عندك يعني عندها شخصية بتعرف حالها شو بدها بتعرف حالها لوين رايحة بتعرف مثلا تاخد خيارات تحكم بقراراتها نعم ما يكون حدا متحكم له فيهم وأكتر شغلي بتزعجني إذا حدا مثلا كنت أنا ويا كان شاب ولا بنت ويكون محتار بحيرني لحيرك لقلك كمان لأنه أنا من النوع حتى إذا رحت على سوبر ماركت أو عشي محال دغري بفوت وبنقق وبطلع بعرف بعرف حالي شو بد خياراتك بالحياة واضحة يعني خياراتك واضحة وسهلة وسهلة وأنت لقيت هيدا الشي فيها اي طبعا وبعدين فيه اشياء انكمن يعني اشياء مثل شو مثلا هي كمان معلمة ومخلصة وانا هيكي وأمور بسيطة كتير بس مهمة طبعا انو تحب القرية بحب أنا القرية رائعة مثلك مثلك رائعة مش قدي بس لا مش للمفروض تكون قدك أحسر ما الولاد يطلعوا كتير رواق بكرة لا كل شي كل شي منيح بحد معين الله يخليكم لبعض قريبا يمكن بتكون تزوجوا اي ما الله راض بأحد التصريحات الاعلامية كنت قايل انو انا ما بتحمل التليفون اني احكي على التليفون اكتر من خمس دقائق بس ما تعرفت على ميري صرت احكي ساعة وما حس بالوقت يعني اليوم بيستقفنا انو شخص متلك نائي وبتعرف عنده كتير تليفونات ومراجعات وارتباطات اليوم كيف عم عنده قدرة التحمل ليتحمل كل هالاتصالات متل ما قلت انت انو كل نهار من الساعة تساعة الصباح بيجيك تليفونات لحد ما بتنسى شو كنت عم بتعمل هلا بنحكي خلال النهار مثلا الصبح بنحكي مع بعضنا وبرجع الشخصين بتعودوا ع بعضهم هلا هي بتعرفني انو ما في طويل بإلا انو هلا عندي انتربيو عندي ناس وهكي بنرجع من كنا نحكي هيك مطورة أول كم شهر عطول الرجال أول كم شهر بيتشجع بصير يحكي على التليفون كتير ساعة ساعتين بعدين بصير يخفه بصير ينظم أو بصير يتعرف يعني الانسان بس يتعرف تعود عليها أكتر شوية عادي شوية بصير يعرف الشخص الآخر ما بيعود بحاجة حتى يسأل أسئلة كتير بس أنا من الأشخاص اللي طبعا حتى الناس اللي بيعرفوني بيرولي أنت مثل ما كنت حتى قبل النيابة بعدك بعدك نفس الشي طبعا متواضية ومع الناس وللناس وما رح تغير هو هيدا السمة الوحيدة اللي بتخليك ترجع تعالى أكتر هي سمة التواضع قبل ما أختم هيدا المحور أنا شو بتقلها لخطيبتك على المكشوف اليوم شو بدي قلها بدي قلها الشيء ديبة بلها الشيء بتشوف فيه قدامك هيدا هو الشخص يعني ما حد تغير ما في شيء مخبأ طبعا أنا وياك لحن نرجع نستكمل هيدا الحوار بس بعد البريك مشاهدينا بريكم نرجع